من قاعة مجلس الوزراء إلى قاعة 25 أيار انتقلت جلسة مجلس الوزراء كما اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سبقها فكورونا فرض إجاءات المسافة الاحترازية الوقائية وفرض نفسه على الجلسة كما على حياة اللبنانيين أسبوعين إضافيين فحتى 12 نيسان المقبل قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع تمديد حالة التعبئة العامة أي لأسبوعين إضافيين لتستكمل بذلك أربعة أسابيع من أصل خمسة هي فترة احتواء الفيروس أطلع دولة الرئيس مجلس الوزراء على الإجراءات الإضافية الواجبة لضبط حركة التنقل والانتقال تخضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية 75 مليار ليرة هي قيمة صلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء لصالح الهيئة العليا للإغاثة لتغطية نفقات تنفيذ الخطط الاجتماعية فكيف ستصرف هذه المبالغ؟ هذه العليا الإغاثة بيرأسها رئيس مجلس الوزراء اللي هو بدي يتابع الملف شخصيا وأيضا بدي يوافق على هذه المبالغ هي رح تكون الصرف استنادا إلى الخطة الفنية اللي بيرأسها وزير الشؤون الاجتماعية اللي بيعرض هذه الخطة على اللجنة الوزرية للموافقة عليها وعند الموافقة عليها بتم رصد الأتمادات المخصصة لهذا الموضوع رح يتم عرض كافة المبالغ اللي عم تنصرف بشفافية على الموقع الإلكتروني الذي سيتم استحداثه كل الإجراءات المتشددة وتمديد التعبئة العامة لا يمكن أن تؤتي نتائجها المطلوبة ما لم يتحمل اللبنانيون جزءهم من المسئولية وفي هذا الإطار شدد الرئيس عون على أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي انتشار كورونا داعيا إلى التشدد بالالتزام بالقرارات المتخذة في إطار حالة التعبئة العامة ومكررا ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بالإجراءات خصوصا اعتماد الحج المنزلي والحد من التنقل إلى حين تراجع حدة انتشار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها الرئيس عون أكد أيضا ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية لتكون جهزة لاستقبال أي حالة طارئة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع دعا رئيس عون إلى التمييز بين التعبئة العامة وعلان حالة الطوارئ وفي جلسة مجلس الوزراء تولى رئيس الحكومة حسان الدياب شرح الفرق فأن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة طوارئ كما أن إعلان حالة طوارئ يعني أيضا تخصيص ساعات محددة للناس للخروج من منازلهم مما يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحددة وبالتالي اختلاط الناس مجددا ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع وفي حالة الطوارئ يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجول مشروع قانون الكابيتل كونترول غاب عن الجلسة بعدما سحب وزير المالغازي وزن مشروعه بعد ملاحظات من فريقين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لكن وزن كلف بأمر قد يكون أسس أي بحث في أي إجراء مالي أو نقدي مقبل تكليف السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهاد ذات الصلة بهدف القيام بعملية تطقيق محاسبية مركزة من شأنها أن تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياط المتوفر بالعملات الأجنبية أما التعينات لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية ورجنة الرقابة على المصارف ومفاوض الحكومة لدى المصرف المركزي فأرجئت مرة جديدة لكن دياب ضرب موعدا محتملا لإنجازها الخميس المقبل مؤكدا اللاخلا فحول التعينات وأنه طلب إلى الوزراء تزويده سيرا ذاتية لثلاثة مرشحين عن كل منصب الاثنين لإدراج بند التعينات على جدول أعمال جزة الخميس المقبل جازما أن من سيتم تعيينهم هم جدد ومن أصحاب الكفاءة